تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبعي بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 586 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 197 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 20 طن كما تم ضبط أكثر من 152 طن في مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبعي بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وفي مجال البعي بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 6 أطنان كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البعي بأزيد من السعر الرسمي للمواد البنائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 448 قضية من بينها 136 قضية خفز نقص الوزن و114 قضية خفز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا التامنية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت 42 طن